افتتح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي دكتور نزار باصهيف في العاصمة المؤقتة عدن افتتح اجتماع لجنة تسيير حركة رفع مستوى التغذية في بلادنا ويناقش الاجتماع حزمة من المواضيع المتعلقة بتوصيات الاجتماع السابق ومخرجات وتوصيات اللغاء الوطني للتغذية المنعقد في عمان وعملية تحديد خطة التغذية متعددة للقطاعات اضافة الى دليل الترابط الترمو الإنساني لتغذية في بلادنا واستعرض نائب وزير التخطيط جهد اعداد الخطة الوطنية للتغذية بمشاركة الجهات المعلية والشركاء الدوليين مؤكدا اهمية الخطة في تقييم ومعالجة وطع التغذية في البلاد والاسهام في الانتقال من المسار اللغاثي الى الترمو وحشي التمويلات من المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية للعام القادم ودعى باصهيف الى مضاعفة الجهود لوضع رؤية واضحة لمسار عمل خطة التغذية بما يدعم الأجندة والخطط الحكومية المطروحة خلال اجتماعات الطاولة المستديرة لمناقشة الاطار العام للخطط الترموية في بلادنا والمقرر عقدها في عدن اواخر شهر نوفمبر الجاري لمشاركة الجانبين الحكومي والامم المتحدة والشركاء الاقليميين والدوليين والمانحين ومن جانبه اكد وكيل وزارة الصحة لغطاء الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي اكد تكامل الادوار بين عمل مختلف القطاعات ذات الصلة بخطة التغذية الوطنية كما تطرغت القائم باعمال مدير مكتب برنامج الاغذية العالمي تابع للمم المتحدة في عدن فيلس ايرايا الى الوضع الصعب لشوء التغذية في بلادنا واهمية وضع المعالجات السريعة للحد من زيادة تفاقم ذلك الوضع مؤكدة حرص البرنامج الاممي على التنسيق الايجابي مع الحكومة لدعم مسار الانتقال الى التنمية